موسيقى موسيقى علي بن محمد بن الحسين صدر الدين أبو الحسن بن النيار شيخ الشيوخ ببغداد وكان أولا مؤدبا للإمام المستعصم فلما صارت الخلافة إليه بره من الدهور رفعه وعظمه وصارت له وجاه عنده وانضمت إليه أزمة الأمور ثم إنه ذبح بدار الخلافة كما تذبح الشات على أيدي التتار نعم أمة التيمية وأتباعهم لا يليق بهم إلا الإمام المستعصم أبو الضرب والراقصات الله فاعل المنكرات فهنيئا لهم به ولا أعرف ما هذا الأستاذ وماذا كان يسمع وماذا يشرب وأي مجالس يرتادها بحيث تتلمذ على يده الخليفة الإمام المستعصم الطالب على سر مؤدبه الشيخ علي العابد الخباز كان له أصحاب وأتباع ببغداد وله زاوية يزار فيها قتله التتار وألقي على مزبله بباب زاويته ثلاثة أيام حتى أكلت الكلاب من لحمه ويقال إنه أخبر بذلك عن نفسه في حال حياته تذكير ابن كثير التيمي يدعي أن الشيخ الخباز يعلم الغيب يقول أخبر بذلك عن نفسه في حال حياته إذن يدعي أن هذا يعلم الغيب لو قال هذا الكلام أحد الشعة أو الصوفية أو الجهمية فماذا سيخرج من أفواه ابن كثير والتيمية من سموم إرهابية قاتله تتهم الآخرين بالسحر والكهانة والإلحاد وتأليه الأشخاص بدعوة أنهم يقولون أن فلان يعلم الغيب وأنه لا يعلم الغيب إلا الله وكم سفكتم من دماء يا دواعش القتل بسبب هذه الإفتراءات على الناس